السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا حياكم الله وإخواني وأخواتي في كل مكان وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج أسأل الله تعالى يجمع لي بين الصواب والثواب كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات فضليم صالح السلام عليكم عليكم السلام عندي سؤال طيب مسافرت بلاد ومسافرت وثلاثت في مقاح مسافرتي وين؟ السعودية وأي مكان أيوة؟ عدت في بيت كمل ثلاثة الليلة والأربعة الليلة وما عدت فارغ ما قصرتي؟ ما عدت قصرتي كمل وليس كدني بروح جاد بلاد وني عادي فيه جبيت وليس كدني بروح قصارت قصارت العصر من الظهر ومعادني دخل البيت وبيت هما وبيتي بيت عربة أخرى يوزل القصر ولم يوزل وهذا القصر حصل بالسفر السفر ولا لما رجعتي؟ لا لما يعطني فيه متافلة في البيت عربة ثانية إن شاء الله أبشر يام صالح وليس كدني بروح من عنده بعد أن يدخل البيت قصارت إن شاء الله يوزل ولا ميز قصارت إن شاء الله تسمعين الجواب مرحبا فضل يا قصي سلام عليكم يا شيئر عليكم السلام أحمد الله أنا كلمتك أنت في نهاية البرنامج بس ما فصل مع الفصارك عند الفصارتين وخصوص قطرات البول جوابتك جواب مطول يا قصي جواب طويل جدا استمعت إليه ولا لا؟ ممتاز طيب فضل فضل لو أنا توضيت قبل الأذان بساعة أو ساعة صليت في نفس الوضو أكثر من صلاة علي إتم أو إشي أو عادي قبل الأذان بساعة؟ آه مثلا توضي بشكل طبيعي يعني ولا لازم بعد دخول الأذان يعني هذا ما له علاقة بالسلسة اللي ذكرته يعني هذا سؤال آخر لا أنا أنا مثلا أقول لك عندي قطرات أنا عندي سلس بور أي طيب والكل أنت تجعلها حيه الآن تقول أنك تتوضى قبل الأذان بساعة وتصلي الصلوات بهذا الوضوء صحيح يا شيخ أبشر يا قصي مرحب 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 تفضل يا صلاح الشيخ السؤال الأول نعم هل يجوز الصلاة في الركوع والسلس يا صلاح أين ذهبت يا صلاح يا صلاح ما أسمعك تفضل يا صلاح تفضل أعد السؤال يا صلاح لو سمعت آه راح صلاح طيب أم صالح بارك الله فيها من أبوظبي تسأل تقول بأنها سافرت إلى دولة تقول يعني ما قصرت في روحتي ولما جيت أسافر أرجع وأنا في بيتهم حسب ما فهمت من سؤالها تقول بأني قصرت الظهر والعصري جوز أم صالح بارك الله فيك ورضي الله عنك أولا بالنسبة للقصر رخصة ترخص الله تعالى بها على عباده ولذلك النبي عليه الصلاة ما سافر سفر إلا وقصر الربعية إلى ركعتين الظهر والعصر والعشاء كان يقصرها إلى ركعتين صلى الله عليه وسلم الأمر الثاني بالنسبة للجمع للحاجة إذا احتاج الإنسان أنت حسب ما فهمت من سؤالك شكلتي في سفرك لما وصلت البلد ما قصرتي وبعد ذلك لما جيت تسافرين قصرتي عموما صلاتك صحيحة كونك عند العرب اللي أنت عندهم صليت الظهر ركعتين عصر ركعتين على اساس أنك ترجعين ما عليك الشيء لك مستقبلا إذا سافرت قصري لأن هذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا سافر قصر الربعية إلى ركعتين وأكمل الهدي هدي النبي عليه الصلاة والسلام قصي من فلسطين بارك الله فيه يقول إذا توضأت قبل الأذان بساعة ساعتين يعني ممكن أني أصلي الصلوات القادمة يعني مثلا قصي بارك الله فيك بالنسبة لي الوضو يجوز للمصلي أن يقدم الوضو على وقت الصلاة لأن الوضو عبادة مستقلة صحيح هو شرط من شروط صحة الصلاة ولكن لا يشترط التوقيت له عند الصلاة بمعنى من توضأ قبل فترة ينتقض وضوءه بسبب الفترة الزمنية أبدا هذا غير صحيح فلو أنت توضأت مثلا لصلاة الفجر ومن تقض وضوك تصلي الظهر والعصر والمغرب والعيش بهذا الوضو من تقض وضوك فالنبي عليه الصلاة والسلام في فتح مكة صلى أربع صلوات أو خمس بوضوء واحد صلى الله عليه وسلم حتى يبين الجواز للأمة يبين أن هذا مشروع ومباح فأنت يا قصي بارك الله فيك ورضي عنك ما في بأس لكن أناقشك بموضوع ما تعاني من قطرات فإذا أنت تعاني من قطرات وتوضأت قبل الوقت بساعة ثم صليت سنة مطلقة أو نافلة مطلقة أو سنة مقيدة مثل صلاة الضحى مثلا ثم نزل عليه قطرات ما تصلي الظهر إلا بعد أن تتوضأ تستنجي أولا وتزيل هذه القطرات ثم تتوضأ وتدخل الصلاة بارك الله فيك نعم ما أسمع طيب أخ صلاح رجع طيب طيب عموما بالنسبة لموضوع أرجع للأخ قصي حتى تصل الأسئلة ما يتعلق بقضية إخواني وأخواتي ما يتعلق بقضية الصلاة أصحاب الأعذار عندنا أصحاب الأعذار المرأة المستحاضة عندنا مبتلة بسلس البول عندنا مبتلة بالاستطلاق استطلاق الريح هؤلاء يسمون بأصحاب الأعذار هؤلاء لا يتوضأون إلا عند إرادة الصلاة عندما يريد الصلاة و يجوز لهم الجمع بين الصلاتين إن كان يشق عليهم الوضوء لكل صلاة وهذه إن شاء الله سنفصل فيها يعني في وقتها بعد ما نأخذ هذه الأسئلة فضل يا موسى السلام عليكم عليكم السلام محمد الله يا شيخ أنا بالسؤال بس قبل شهرين سويت فعادث وتعام الطفل وكانت حالتها بريغة شوية يعني ممكن 10 أيام و 15 يوم كان في المستشفى وبعليها الحمد لله الولد صار دين وطلع من المستشفى بس أنا قلت يعني في نفسي إذا الولد صار بخير يعني راح أشتري خروف وأقسم على الناس أو أني أشتري الخروف وأعطي العائلة نفس فأريد أعرف نفسي يعني ما أحب بالعمر إلا الله في هذا الوضع يعني وأنت في نفسك ما تكلمت لا تكلمت في نفسي تكلمت لا ما تكلمت بلسانك تكلمت بلسانك أنت قلت لله علي إن شايف الله الولد هذا خروف ها طيب يا موسى شكرا مرحبا فضل يا أحمد السلام عليكم يا شيخ عليكم السلام ورحمة الله الله يعطيك العافية ومورك تمام يا شيخ الحمد لله الفضل لله فضل يا أحمد والله عندي سؤالين لو تمحت يا شيخ فضل أخوي السؤال الأول شيخ أنا عندي حسن ظن بالله بشكل مش طبيعي من كثر حسن ظني بالله بحس إنه أنا ما رايح ربنا يعذبنا لأنه بما معناه إنه إنه ربنا أرحم بينا من الأم لا يبنها لهذا السبب من حسن ظني بالله كثير إنه ربنا ما رايح يعذبنا السؤال الثاني يا شيخ إذا واحد بقعد بقول اللهم صلي على سيدنا محمد عدد أوراق الشجر هل إنه للحسنات تتبع عدد أوراق الشجر كاملة ولا بس اللهم صلي على سيدنا محمد مرة وحدة إن شاء الله يا أحمد ممكن ثالث ورابع تفضل يا شيخ لو تمحت لي هل يجوز للزوج إنه إذا يعني خش مع مراته على إنه مثلا أخو ليها أو إنه ما أعطاها ميراثة هل يجوز للزوج إنه يتدخل بالموضوع حاض يعني أخوها ما أعطاها ميراثها آه أيوة والزوج يتدخل ها هل يجوز الزوج إنه يتدخل مشان زوجته إنه يعني يحكي مع أخوها أو يزغط عليه أو شغلات زي هيك بطلب منها بطلب منها بطلب منها هي حابة ومش حابة بتقول لك يعني إذا إنه طلبت بجوز يصيره وقول لك ها صمعان وما صمعان صحيح فيه إنه ماكد ما أقول حقها مية بالمية واضح يعني طيب يا أحمد أبشر شكرا يا شيخ وبارك الله بي وفيك بارك أبو عبد الرحمن أهلا سلام عليكم عليكم السلام أحمد الله سنور السرور شيخنا ما الفرق بين المشركين والكفار إن شاء الله وهل نعتبر اليهود والنصاء بركين إن شاء الله هذا السؤال إذا كاننا تبعهم مشركين كيف يجوز لنا نكاح نساءهم إن شاء الله موجب الآيات اللي في القرآن السؤال الثاني فوالله عمرك إذا صليت مع إمام يطيل التشهد الأول فهل لي أن أسكت وأنتظر حتى قيامها للركعة الثالثة أم أكمل الصلاة الإبراهيمية إن شاء الله يا أبو عبد الرحمن بارك الله بيك يا شيخ مرحب ومسهلا طيب موسى من دبي بارك الله فيه يسأل يقول قبل شهرين حصل حادث يقول دعس الطفل والطفل بقي في المستشفى 15 يوم وكانت إصابته بليغة ثم الحمد لله شافها الله يقول أنا قلت إن يسر الله وطاب الولد بذبح ذبيحة يقول خروف يعني يقول الآن ماذا أفعل بهذه الذبيحة ماذا أصنع موسى بارك الله فيك الحمد لله على سلامتك الحمد لله على سلامة الطفل وهذه نعمة من نعم الله أن الله تعالى نجى الطفل من هذا الحادث فتشكر الله عز وجل وتسجد لله شكرا على منته وفضله الذي دفع هذا البلاء وهذا الشرع عن الطفل الأمر الثاني إذا أنت تلفظت بلسانك قلت لله علي خروف إن شف الله هذا الطفل وقام بالسلامة هذا نذر يجب عليك الوفاء به ولا يجوز لك أن تأكل منه شيء وإنما هذا تعطي للفقرة والمساكين إذا أنت نويت بأن تعطيه لأهل الطفل أعطي لأهل الطفل قل هذا نذر ويأكل منه أهل الطفل يجوز أو تقسم النذر هذا مثلا قسم لأهل الطفل وقسم للفقرة والمساكين أما إذا قلت لي لا أنا حديث نفس ما تحرك لساني بهذا الذي في نفسي ما يعتبر نذر هذا وإنما حديث نفس إذا أحبب طيب أنك تذبح ذبيح أو تذهب بالخروف إلى أهل الطفل يكون أفضل بارك الله فيك يا موسى أحمد من الأردن بارك الله فيه سأل مجموعة أسئلة يقول أنا عندي حسن ظن بالله تعالى شديد لدرجة أنني أشعر بأن الله تعالى لا يعذبنا وهو أرحم بنا من آبائنا وأمهاتنا أحمد بارك الله فيك لا شك بأن حسن الظن بالله جل وعلا عقيدة يجب على كل مسلم أن يعتنق هذه العقيدة وهي أن يحسن الظن بالله عز وجل لأن الله تعالى فرق بين المؤمنين وبين المنافقين فالمنافقون يظنون بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء أما المؤمنون فهم يحسنون الظن بالله عز وجل ولذلك المؤمن دائما حسن الظن بالله سبحانه وتعالى والنبي عليه الصلاة والسلام قال من مات وهو يحسن الظن بالله أدخله الله الجنة وفي الحديث القدسي أنا عند ظن عبدي بي أنا عند ظن عبدي بي وحسن الظن معناه أخي الفاضل بارك الله فيك أن نعتقد بأن الله تعالى كل ما وعده حق فالله جل وعلا مثلا وعد التائبين بالتوبة فنحسن الظن بالله مهما بلغ الذنوب الإنسان يحسن الظن بالله إذا تاب أن الله يتوب عليه ولا يبقي عليه ذنب ولا خطيئة ما لم يكن لها بعض التبعات كأن تكون مع البشر من حقوق البشر ولذلك في الحديث القدسي ابن آدم لو بلغ الذنوب كعنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي هذا حسن الظن بالله والشيطان يحرص على أن يوقع الإنسان في اليأس وفي القنوط ولذلك تجد بعض المسلمين للأسف يفتقدون إلى ما عند الأخ أحمد زهر الله خير من حسن الظن بالله تجد بعض الناس يرتكب خطايا وذنوب وآثام ويتوب ثم يشكك يقول ما أدري الله يغفر لي أو لا هذا عدم حسن الظن بالله حسن الظن بالله أنك تعتقد يقينا إذا لقيت الله عز وجل ولم تشرك به شيئا أن الله يدخلك الجنة هذا حسن الظن بالله فأي عبد اللقي الله عز وجل غير مشرك به ما ارتكب شيء من الشرك لأن الله وعد بذلك أن يدخله الجنة سواء ابتداء أو بعدما يعذبه على قدر ذنوبه وآثامه هذا حسن الظن بالله عظيم هذه العقيدة التي يجب على المسلم أن يعيش عليه حسن الظن بالله أنك تعلم بأن الرزق بيد الله ما هو بيد فلان ولا علان هذا حسن الظن بالله لأن الله تعالى قال وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوَعَدُونَ فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ والله لو اجتمع من في الأرض على أن يقطع رزقك والله ما كتب والله ما يستطيعون ولو اجتمع من في الأرض ومن في أقطارها على أن يرزقوك شيء ما كتبه الله لك والله لن يفعل رفعت الأقلام وجفت الصحف هذا حسن الظن بالله حسن الظن بالله أنك تكون متوكل على الله وتعلم بأن الرزق بيد الله وأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ومن جملة حسن الظن بالله أن الله أرحم بنا من آبائنا وأمهاته أرحم بنا من آبائنا وأمهاته ذلك هذه يا أخي الفاضل عقيدة عظيمة هنيئة لك لكن انتبه أن تتجاوز إلى من حكم الله عليهم بالنار أن بعض الناس الآن يقول يا أخي مثلا من أسماء الله الرحمن الرحيم التواب الرؤوف كذا وكذا فيصير عنده عدم توازن فيتجاوز خط الاعتدال فيقول الله عز وجل بيدخل جميع البشرية الجنة لا غير صحيح لأن الله تعالى بيّن في كتابه بأنه خلق الجنة والنار خلق للجنة أهلون وخلق للنار أهلون كيف الآن نأتي نقول لا الله بيدخل البشرية كلها الجنة حسن ظن بالله لا هذا حسن ظن بالله غير من ضبط حسن ظن بالله مشوب فحسن الظن بالله نعتقد بكل ما أخبرنا الله ما وعدنا سبحانه وتعالى ما وعدنا النبي عليه الصلاة والسلام أنه كائن لا محل كائن من قبول التوبة من مسألة الرزق من مسألة دخول الجنة كل ما ذكره الله عز وجل ووعد به كائن هذا هو حسن الظن بالله ولذلك يجب على كل مسلم أن يحسن الظن بالله ومثل ما ذكره ضابط الإحسان الظن بالله وأن يتعلق بالله عز وجل وأن ينظر في أسماء الله تعالى الحسن وفي آثار هذه الأسماء في عالم الشهادة الذي نحن نعيشه وأن يعلم بأن هذه الأسماء لها آثر أيضا في عالم الغيب الذي سنعيشه أيضا في يوم القيامة أحمد من الأردن بارك الله فيه يسأل يقول يعني شخص يقول اللهم صلي على سيدنا محمد عدد أوراق الشجر يقول هل تكون الصلاة واحدة أو على عدد أوراق الشجر أحمد بارك الله فيك الذكر يقول العلماء على قسمين باعتبار العدد ذكر مضاعف وذكر مفرد من جهة العدد الذكر المضاعف مثل ما في أذكار الصباح والمساء سبحان الله وبحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلمات وبعض العلماء يوسع هذا يقول اللهم صلي على محمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته أستغفر الله الذي لا إله إلا هو عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته هذه سمونا الذكر المضاعف اللي ورد في حديث جويري يا أم المؤمنين رضي الله عنها الذكر العددي هو أن تذكر مثلا تصلي على النبي مئة مرة مئتين مرة ألف مرة ألفين مرة مثلا ولذلك أخي الفاضل من العلماء من يذهب إلى أنه يجوز للإنسان مثلا أن يذكر الله ذكرا مضاعفا بذكر شيء من خلق الله عز وجل مثل أن يقول سبحان الله عدد رمل عالج سبحان الله عدد ما لب الملبون سبحان الله عدد ما استغفر المستغفرون مثلا ومن جملتها سبحان الله عدد أوراق الشجر قالوا هذا الذكر مضاعف فيكون تكون الصلاة على قدر عدد أوراق الشجر بارك الله فيك يا أحمد أحمد يسأل يقول هل يجوز للزوج يعني أن يدخل في الصلح بين زوجته وبين أخيها الذي منعها من المراث يقول وهل يترتب على ذلك مفاسد أخي أحمد بارك الله فيك هذه المسائل ما يصرح فيها جواب واحد جواب عام لأن الناس يختلفون فمن الناس من إذا ذكرته تذكر وإذا وعظته تتعظ وإذا خوفته خاف من الله عز وجل فتذهب إلي وتقول يا فلان هذه أختك تقول بأنك ظلمتها ما أعطيتها ألا تخاف الله ألا تتق الله لا يجوز أن تأكل حقها هذا نار سيعني يكون في بطنك يوم القيامة فيخاف ويبكي يوجد من الناس إذا كان أخو زوجتك بمثل هذا مثل هذه الحالة طيب أنك تدخل للصلح يقول جل وعلا والصلح خير ويكون أن تعين على الخير وأيضا تحرص على أنك تنقذ مما هو فيه أما إذا كان شخص لا يعني هذا الأمر عنده حساس يعني يسبب له حساسية يسبب له يرى بأنه ممكن أن يقلب الأمر عليك يقول أنت أصلا طماع أنت ما جيت الطالب بنصيب أختي إلا أنك أنت طمعا في مالها لا فر من هذا فرارك من الأسد وقل الله ما اجعل بيني وبينه سد لأن يفسرون هذا تفسير غلط وخاصة أنت في موضع التهمة أنت الآن في موضع التهمة لأنك زوج أخته فقال ليش متحمس أحمد لماذا متحمس الحماس هذا أكيد أنه ناوي يعني يسطو على مال أختي فأتركه وقلها أنت بينك وبين يعني مشكلتك بينك وبين أخوك والحمد لله عندك محكمة وعندك دولة تأخذ لك حقك هي تذهب وتطال فلذلك يا أخي أحمد الناس يختلفون ما نستطيع أن نذكر جواب واحد فممكن لأختك أن تدخل غيرك عمها مثلا خالها صديق له مثلا على الطلاع منك ونظر وحضور أنه هو الذي يدخل يذكر بالله يخوف بالله قبل ما ترفع أمرها إلى المحكمة وإذا أبى الحمد لله ما دام مع حق الدولة تنصرها لأن في محكمة وتأخذ لها الحق بإذن الله صد الله رمضان السلام عليكم عليكم السلام رحمة الله السلام عليكم وإشترك بارك يا شيخ أخفض التلفزيون يا رمضان اسمعني من الهاتف يا شيخ أنا نقضي في صدقة لأشخاص نحن نقضي في صدقة لكي يباشي وسطور الفقراء والمساكين لمستحقيها تمام ولكن نقول لهم زكاء تقول لهم زكاء ولكن نقول لهم زكاء من باب الحرس بيشتصل بالزبط لمستحقها هذا الغرض من هذا طيب يا رمضان شكرا حياك الله يا أخي أم محمد السلام عليكم عليكم السلام الله عليكم الله يزيك الخير ويرضى عنك عندي سؤالي ما حكم البيت الغير مسكون وأثاف كاملة يعني في البيت ويعني أنه يصطح نستخدم هالأثاف يعني فترة طويلة أربع سنين كذا هذه غرفة يا أمم محمد هاي غرفة هذه غرفة غرفة وكل البيت كل أثاف كامل تلفزيون مع أثاف مع غرفة نوم يعني غرفة وهذه فهذا السؤال الأول يعني أنه أربع سنين هو ومستخدمين الأثاف بيت مؤثث وغير مسكون بيت مؤثث من أربع سنوات ما أحد سكنه أي ما أحد سكنه ما أحد سبب ما أدري يعني صاحبه يعني هذي فإحنا أتجرنا يعني أشترنا وسكننا عفوة سامحيني أمم محمد شوي أبغاء يعني أناقشك لأنني ما فهمت سؤالك الآن أنت تقولين في بيت من أربع سنوات مؤثث أثاث كامل 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 وما سكن ورحتوا أنتم مشتريتوه تقولين ممكن نسكن بهذا الأثاث هذا قصدك بهذا الأثاث ونستعمله زين إحنا استعملنا وأنت مشتريتو البيت بأثاثه أي بأثاثه هو الطاني يعني قال أنا وين أوديهم أنه خلاص بس يعني سؤالي أول شيء ما حكمة يعني أنه مؤثث أنا يعرف أنه للصرع سلم نهى عن هذا الشيء أنه الأثاث نستعمله وغير مسكون وكامل فرشة مع كل شيء وين وقفت على نهي النبي سلم والله ما أعرف يعني سمعتها من أحد المشايح يقول أنه البيت الغير مسكون وأثاث كامل أنه منهي هذا فتام الواتس أغضي ممكن يلا أعطينا السؤال الثاني السؤال الثاني أنه هل يجوز أنه أنا يعني أرفض أنه أنا ما أستخدم غرفة النوم يعني أنه أريد واحدة ثانية لو ما من حقي أيها إن شاء الله أبشر يا محمد الله يبديك الخير شكرا مرحب أختي فضلي محمد السلام عليكم عليكم السلام رحمة الله أم محمد من لي عندي أربع سلة تفضل يا أم محمد مثلك عندي أم فيها وشم وأم في السبعينات وشم لا تقبيل بس ما فيها شيء صوتك يقطع يا أم محمد تقول أن والدتك في السبعينات فيها وشم ها ومتقدر شو تنحكيها صعب إزالة لأنه بالعملية إن شاء الله السؤال الثاني ونما طبعا السؤال الثاني معنا بسبب نحكي لما تنحرير وشم هذا الخوف أنا لاحظت سؤال أم محمد الاتصال ما كان جيد حاول يا أم محمد ترجعين من جديد بارك الله فيك يلا يلا تفضل 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 يا سارة 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 من أبوظبي تفضل يا سارة السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم عندي سؤالين لو تكرمت طبعا شيخ عندي سؤال الأول باستفتار بخصوص كفارة الجماعة بيوم رمضان اي صار معي هذا الشي من عشر سنوات تقريبا وأنا الحين إن شاء الله ناوي بغرمتي من هذا الموضوع لأنني يعني يعني شغلني الموضوع فشيخ السؤال هو الصيام الشهرين متتابعين يعني متتابعين من دون يعني من دون افطار أبدا ولا يوم إلا بالعذر الشرعي صح الكلام؟ صح طيب طيب أنا نحين إذا يعني يوصل العذر الشرعي بعدها كيف أنا أكمل هي شهرين يعني سكتين يوم أو شهرين فقط مع العذر الشرعي؟ شاء الله سؤال الثاني شيخ عن عندي استفسار بخصوص الصلاة الفريضة والسنن يعني إحنا حريصين دائما على الصلاة الفريضة أن تكون بأكمل وجه والخشوع يعني نصل الصلاة بكامل بكامل يعني كامل أكمل وجه بس السنن نقصر فيها شوي فهل هذا الشيء يعني 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 جائز ولا لازم تكون الصلاتين بنفس المستوى بنفس الخشوع وكل شيء إن شاء الله يعني دائما السنن والرواتب نصليها يعني ها سريع يعني هيك أي واضح الفرض نركز فيه ونحاول يكون بأسفل واضح طيب سؤال شيخ السؤال الأول بخصص طيام الشهرين يعني أنا الحين الحمد لله بدأت فيها من اليوم آه تمام فالشهرين الحين بيجينا شهر رمضان فكيف يعني أنا أكملها بعد رمضان ولا يعني أتأكد لي بس موضوع يعني الحساب الشهرين كيف أنت ما حسبتي ما حسبتي لهذه المسألة ما حسبتي لها كيف ما حسبتي حسابك لمسألة رمضان والله أنا أنا نويت يعني من اليوم أبدأ فيها بس ما أعرف حبيت أسألك وأتأكد يعني من الموضوع شكرا أبشري أبشري شكرا جزيلا مرحب طيب الأخ أبو عبد الرحمن من السعودية بارك الله فيه يسأل يقول هل هناك فرق بين المشركين وبين الكفار يذكر عن بني إسرائيل يقول كيف ننكح نساؤهم إذا كانوا مشركين أبو عبد الرحمن بارك الله فيك أولا بالنسبة المشرك هو من يتخذ مع الله ندا فكل من اتخذ مع الله ندا فهو مشرك والكافر هو الجاحد الكفر هو الجحود لأن الكفر معخود من التغطية العرب تسمي المزارع كافر ليش لأن يغطي الحب يكفر الحب يعني يغطي الحب العرب تسمي الليل كافر ليش لأن يغطي فالكافر جاحد يجحد قد لا يكون مشرك قد لا يكون مشرك لكنه قد يكفر بسبب جحوده مثل إبليس إبليس كفر وكفر جحود و إباء و عناد و أيضا يطلق على الكافر مشرك أيضا يطلق على الكافر مشرك واضح هذا من حيث تقرير المسألة بالنسبة لنكاح المسلم الكتابية هذا من الله عز و جل الذي خلقنا و أمرنا و نهانا هو الذي رخص لنا نكاح الكتابية و لذلك يقوله جل وعلا و المحصنات من الذين أوتوا الكتاب فالمحصنة أي العفيفة التي تعتقد حرمة الزنا يجوز للمسلمين أن يتزوج الكتابية يعني من اليهود و من النصارى فلذلك أخي الفاضل المسائل هذه ما تربط بمثل هذه الطريقة عندنا أشياء كثيرة في الشريعة مثلا منع الشارع من شيء لكن أباح شيء من جنسه مثلا أباح شيء من جنسه و لذلك مثل هذه القضية مثلا المسلم لا يتزوج الوثنية لكن الله عز و جل أباح له نكاح الكتابية اللي هم من اليهود و النصارى لأنهم أهلوا كتاب بارك الله فيك أبو عبد الرحمن يقول إذا صليت مع إمام و في التشاهد الأول أطال الإمام يقول هلأ أنا آتي بالصلاة الإبراهيمية الجواب نعم الجواب نعم و ذلك لأمرين الأمر الأول أن الصلاة ليس فيها صمت الصلاة ليس فيها صمت إلا ما ورد في السنة النبي عليه الصلاة والسلام كان يصمت بعد قول آمين بمقدار أخذ النفس و كان يصمت يصمت صمتا قليلا بعد تكبيرة الإحرام و يشرع في دعاء الاستفتاح فالأصل أن الصلاة ليس فيها صمت هذا من حيث الأصل فأنت إذا انتهيت من التشاهد الأول و الإمام استمر ما تصمت و إنما تقرأ الصلاة الإبراهيمية الثاني للنص بمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه كان يأتي بالصلاة الإبراهيمية في التشاهد الأول يأتي بها في التشاهد الأول اختيارا منه صلى الله عليه و آله وسلم و لذلك عدى بعض أهل العلم الصلاة الإبراهيم في التشاهد الأول من السنن أنه يأتي بها في التشاهد الأول و لا يعني يستدرسه كما يفعل بعض المصليين لا و إنما و هذا أيضا يقود إلى ما يتعلق بالمؤمومين حينما يطيل الإمام ما تصمت و إنما تقرأ الصلاة الإبراهيمية رمضان من ليبيا بارك الله فيه يقول أحيانا أعطي أشخاص صدقة حتى يوزعونها على الفقراء يقول من باب الحرص أقولهم هذه زكاة حتى يهتمون بها و يعتنون بها و لا يفرطون هل يجوز ذلك؟ أخي الفاذ ربضان الجواب نعم يجوز نعم يجوز يجوز ذلك و تنوي زكاة النفس زكاة و طهارة النفس لأن الصدقة تزكي للنفس فأنت لا تنوي بها صدقة الفرض اللي هو ركو من أركان الإسلام و لما تقول هذه زكاة تزكي بها مالك تزكي بها نفسك تطهر بها حتى المجتمع طيب بارك الله فيك لا حرج في ذلك ما دام أنك تعتقد بأن هذا الوكيل أو هذا النائب لو قلت له صدقة ممكن لعب فيها أو فرط فيها إذا قلت له زكاة لا حرص يجوز ذلك و لله الحمد أم محمد بن رأس الخيمة تسأل تقول يعني مثلا هناك بيت مؤثث أثاثا كاملا بقي أربع سنوات لم يسكن اشتريناه تقول ما حكم يعني استعمال الأثاث الموجود في هذا البيت وهذا يجوز لي أن أرفض غرفة النوم وأريد غرفة جديدة أم محمد بارك الله فيك و بارك الله لكم في المنزل صلى الله تعالى ليجعل منزل سعادة أخت الفاضلة بالنسبة للأثاث هذا مال كيف الآن تقول ما نستعمله هذا مال هذا لقيمة لا يجوز الإنسان أن يعتقد والله إذا اشترى بيت بأثاث أنه ما يجوز استعمال هذا الأثاث و ليس هناك أخت الفاضلة نص لا في القرآن ولا في السنة ولا في حديث النبي عليه الصلاة والسلام ولا في آثار الصحابة عفوا مما يدل على منع والله استعمال الأثاث إذا كان موجودا في بيت أو كان له مدة معينة ما في شيء من هذا القبيل ولذلك أنتم اشتريتم هذا المنزل بأثاثه إذن صاحب البيت حسب قيمة الأثاث كيف الآن تقول إن أنا ما ما أسكن هذا ما أستعمل هذا الأثاث حتى غرفة النوم اللي عندك ما يجوز لك تقول والله أنا أريد أن أستبدلها هذه مسألة لا تربطينها بالشرع اربطيها بأن الذوق تقول والله لابو عيالك أم محمد ها قولي لابو محمد والله أنا ما حبيت هذه الغرفة مو بعل ذوقي مو بعل كذا ممكن لكن لا تدخلينها في الدين تروحين لابو محمد تقول والله المشايخ يقولون عشان يغير لك غرفة النوم لا انتبهي فاعزي لهذا عن هذا الشرع ما أمر من استأج استرى بيتا وفي أثاث أن يغير الأثاث هذا مال الحرام يعني قد يكون الأثاث هذا بمئات الألوف مثلا كيف ترمينه وكيف ما تستخدمين أما قضية تقول والله شكل غرفة النوم مو معجبني مو بعل ذوقي مو بكذا هذه مسألة ثانية لا تربطينها في الدين أبو محمد بكيف عاد يعني إن شاء الله ما يقصر ويجيب لغرفة نوم بدالها هذه مسألة ثانية اللي ذكرتي أختي الفاضلة أنك سمعتي شيء هذا غير صحيح هو ورد حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام حينما ذكر الفراش قال فراش لك وفراش لي الضيف وفراش للشيطان بمعنى أن الإنسان ما يتوسع بالأثاث ما يتوسع لكن هذا مو بعد سبيل التحريم لا يظن أحد أن هذا محرم يعني شخص الآن عنده أكثر من غرفة نوم ما يعني أنه حرام حتى لو ما سكنها أحد لكن هو الأصل أن الإنسان يقتصد الآن بعض الناس عنده خمس غرف نوم وزوج بنتين وزوج ولدين وباقي واحد في غرفة نوم نقوله تهدم الغرف هذه أغلقها مثلا بالمفاتيح تربسها مثلا خلاص ما أحد يقول الكلام هذا هو أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن لا يبالغ الناس في مثلا التأثيث أن لا يبالغ الناس في غرف ما أحد يستخدمها مثلا ابتداء لكن أحيانا قد يطرع للإنسان شيء من هذا القبيل فيأخذ الفاضل الله يهنيكم في هذا البيت الأثاث طيب هو مال تستخدمون ولا في أي شيء من هذه الأشياء التي ذكرتها بارك الله فيك أم محمد من ليبيا تقول أمي فيها وشم وهي كبيرة في السبعينات تقول من الصعب إزالتها تقول ماذا نعمل أم محمد بارك الله فيك لا شك بأن الوشم محرم وهو كبير من كبائر الذنوب وعظيم من عظائم الآثام والخطايا النبي عليه الصلاة والسلام لعن الواشمة والمستوشم لعن الواشمة والمستوشم والأمر الثاني غالب الناس خاصة في جهاتكم وكذا فعلوا هذا جهلا وهذا موجود في كثير من دول العالم الإسلامي ما كان عندهم علم بهذا ولذلك كان النساء يعني يستعملنا الوشم ثم لما فتح الله على الناس بهذا العلم الشرعي وانتشار سنة النبي عليه الصلاة والسلام تعلموا طيب ما الموقف الآن وادتك في السبعين يقال يرجع في هذا إلى أهل الاختصاص هل يمكن أن يزال هذا الوشم من دون ضرر إذا قالوا نعم فيه الآن يستخدم ما يسمى بالليزر فيه هناك كريمات تزيله مثلا وما فيه ضرر يجب عليها أن تزيله لأن هذا منكر إذا قالوا لا ما يمكن هذا دخل في الجسم ما يمكن أن يزال هذا الوشم وإزالته ممكن تسبب حروق تسبب ضرر تسبب مضاعفات معينة مثلا ما يجوز للوالدة أن تضرب نفسها وذلك لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا ضرر ولا ضرار ويكفيها التوبة إلى الله عز وجل وإذا كانت جاهلة ما تعرف الحكم فهذا عذر عند الله سبحانه وتعالى وطمئن الوالدة قولي لها اطمئنني الأمور طيبة وتتوب إلى الله عز وجل ومن دون استعمال أي شيء ضر فيها تقول الله في أشياء ما تضر ممكن إزالت بهذه الأشياء فضل يا فوزي السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله حبك الله يا أخي لو سهلا حبك الله يا أخي حبك الله يا أخي هل يجوز مشاهدة مسلسلات والأفلام في غير وقت الصلاة ومع المحافظة على الصلاة في الجماعة يعني أحيانا ليس مهتم بها هل إن شاء الله والثاني أنا نشتغل في جهاز شركة الخدمات الحضايا إيش إيش شركة الخدمات نشتغل حضايا أي العصر كم عندكم إن شاء الله يا فوزي طارق الله فيك أهلا وسهلا أبو منصور نعم فضل دكتور عندي سؤال واحد فضل عن الإقامة والأذان أي تسمعون أذان حولكم لا ما تسمعون وأنتم في أي مكان يعني مكان طاهر يعني موجود مكان نظيف مكان طاهر ديوانية في البيت ديوانية نعم شاء الله يا أبو منصور نعم أحيانا مرحبوا ما سهل تضلي عبد الله عبد الله عبد الله من أبو ظبي سلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله وبركاته كيف حالك شيء عجيب مرحبا عبد الله زادكم الله خير وبركة آمين يلا يا عبد الله الوقت تسمعني ولا لا أنا أسمعك والله صوت شوية يعني يلا تفضل معيب معيب الصوت تفضل كلش قريب تفضل لا عنده مشكلة لا لين إن شاء الله تشير عندك مشكلة يا عبد الله في الصوت يلا طيب طيب أرجع إلى الأسئلة سارة من أبو ظبي بارك الله فيها تسأل تقول يعني عندها كفارة جماع في نهار رمضان تقول حصل هذا من عشر سنوات تقول من اليوم كما ذكرت بدأت من اليوم تقول هل يعني يكون مناسب في مثل هذه الحالة سارة بارك الله فيك لا شك بأن الجماع في نهار رمضان من أعظم مفسدات الصيام وفيه كفارة مغلضة وهي عتق رقبة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينة ويشترط العلماء في الشهرين أن يكون متتابعين بمعنى لا يجوز للإنسان أن يفطر بينهما إلا بسبب مسوّغ شرعي كالدورة الشهرية للمرأة أو مرض أو سفر طالع من دون قصد لأن من من سافر تحايلا فإن يعامل بنقيض قصده ويستأنف يعني يرجع من جديد أما إذا سافر مضطرا محتاجا فيفطر ثم يكمل بعد ذلك ولذلك لابد من شهرين متتابعين فإذا أفطر بينهما أفطر فيهم الإنسان اختيارا من دون سبب شرعي استأنف استأنف يعني يعيد من جديد ما كأنه صام ما كأنه صام بالنسبة لما ذكرتي أخت الفاضلة أرى بأنك غامرت وجازفت ودخلت في أمر قد يدخل عليك رمضان وإذا دخل شهر رمضان يكون قد انقطع الصيام صيام الكفارة في مثل هذه الحالة أنا ما أدري الآن أنا ما عندي حساب دقيق الآن هل يعني رمضان هل شهر رمضان باقي عليه شهرين بالتمام بالتمام يعني لا ينقصان مثلا ثلاثين ثلاثين يوم ما أدري أنا ما أدري على العموم يقولون أول يوم من رجب ما أدري لذلك الحسابات نحن أصلا مرتبط بالرؤية الهلال ويسألونك عن الأهل لقل هي مواقيته للناس مواقيته للناس والحج فيرتبط بالهلال عندك مشكلة أنت مسألة الدورة تحسبين الشهر كاملا ثلاثين يوم بارك الله فيك أو تسع وشرين يوم على إذا كنت تعتمدين الهلال عموما أرى بأنك غامرت وكان الواجب عليك أنك تصومين مثلا من يعني جمادة الآخر تصومين ورجب مثلا أو تأجلين ذلك يعني بعد هذا أنا أطلب منك يا سارة اتراجعين التواريخ تسألين إذا شفي مخاطرة لا تتوقفين إذا ما في مخاطرة ممكن تصومين إلى آخر يوم من شعبان ما في بأس يجوز للإنسان أن يصوم شعبان ويصوم آخر يوم من شعبان لأنه هذا له سبب بارك الله فيك سارة تقول يعني نحن نهتم بصلاة الفريضة ولا الله الحمد لكن السنن نقصر فيها يعني شوي أحيانا تقول ما الحكم أخت الفاضلة لا شك بأن صلاة الفريضة هي المطلوبة وهي التي سيحاسبنا الله عز وجل عليها يوم القيامة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوت كتابا فرضا موقوتا له وقت ابتداء وانتهاء وأمر جل وعلا بإقامة الصلاة وأقم الصلاة وقال جل وعلا ويقيمون الصلاة ولذلك النبي عليه الصلاة قال خمس صلوات فرضهن الله على العباد خمس صلوات فهذه الأصل السنن هذه شرعها الله عز وجل على لسان النبي صلى الله عليه وسلم وهي خير كلها ولذلك اختشارة هذه السنن هي تخدم الفريضة السنن هذه تخدم الفريضة فالفريضة مقصد والفريضة ضرورة هذه السنن تدعم وتسند وتقوّل فراغ تقوّل فراغ وذلك ما ينبغي الإنسان يتساهل بالسنن يقول هي سنة ما ينبغي إن حصل أمر طارع عارض معين ممكن لكنه يتقصد أنه يهمل السنن ويتهاوم بالسنن سيعود النقص على الفريضة جزما جزما النقص سيعود على الفريضة الضعف سيعود على الفريضة وشوفوا سبحان الله العظيم هذول المواظبين على السنن الرواتب القبلية والبعدية من أشد الناس حرص على الفريضة من حيث الوقت حيث الصلاة حرص على الخشوع فيها يأتون بالصلاة تامة اللي فرضت في السنن الرواتب مرة ومرة أبدا شوف الخلل في الفريضة أقل شيء ما يخشع هذا أقل شيء ما يخشع في الفريضة أو يتساهل في وقتها أو يستعجل خلاص فهل عنده الصلاة مجرد مجرد حركات يأديه ويمشي فلذلك تلفاظه لا تقصرين في النوافل ولا تعودين نفسك على يعني مثل التساهل هذا لأن هذا سيعود بالضرر على ماذا على الفريضة بارك الله فيك فوزي من ليبي يسأل يقول هل يجوز مشاهدة الأفلام والمسلسلات في غير أوقات الصلاة والشخص الحمد لله محافظ على الصلوات فوزي بارك الله فيك ورضي الله عنك بالنسبة لي الإنسان يعيش عمرا واحدا فقط و لذلك يجب على كل مسلم أن لا يغامر في هذا العمر يجب على كل مسلم أن لا يخاطر بهذا العمر هذا العمر هو نعمة من نعم الله عز وجل لن يتكرر عند الإنسان لن يتكرر و لذلك الإنسان يعيش عمرا واحد فيجب عليه أن أن يشكر الله عز وجل على هذه النعمة و أن يستغل و أن يستثمر عمره فيما يرفعه عند الله عز وجل و لذلك كل لحظة من لحظات الإنسان اللي تمر عليه في حياته تمثل موسم من مواسم القرب إلى الله سبحانه وتعالى و الإنسان الذي يشتغل بعبادة الله و بطاعة الله و بأداء الحقوق و الواجبات التي له و التي عليه مثل لزوجته لوالديه لأولاده لمجتمعه لدولته لبلده هذه نعمة من نعم الله عز وجل فاستثمار الوقت يا أخي الفاضل من أعظم نعم الله سبحانه وتعالى و الإنسان لا ينبغي له و أن يفتح على نفسه يعني أبواب هو في غينة عنها أحيانا قد تكون بعض الأبواب مباحة مباحة لكن هي تقود إلى أضرار تقود إلى أشياء كثيرة تقود إلى مثلا تضييع لكثير من الحقوق و الواجبات فعمر الإنسان كنز يجب على الإنسان أن يستثمره و أن يستغله و أن يهتبله فيما يقربه إلى الله سبحانه وتعالى و اعلم يا فوزي اعلم يا فوزي أنه لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع و منها عن عمره فيما أفناه عن عمره فيما أفناه كيف أفنيت العمر هذا سؤال عظيم سيسأله كل إنسان يوم القيامة هل أفنيته في أداء حقوق الله و حقوق العباد أم أفنيته بهذا التفريط و بهذا التساهل أن لا أقول إنسان لا يمارس الله و المباح بالعكس النبي عليه الصلاة و السلام رخص لنا و أباح لنا ممارسة الله و المباح اللي ينفع و لا يضر اللي يضيف إلى الإنسان إضافات تخدمه في هذه الحياة يعني أنت لو التحقت بنادي رياضي اللي بناء الأجسام للسباحة لممارسة الألعاب اللي ليس فيها يعني أضرار هذا كله مشروع و لله الحمد و المنه عمر بن الخطاب يقول علموا أولادكم السباحة و الرماية و ركوب الخيل ركوب الخيل هذا كله أشياء تضيف إلى الإنسان إضافات عقلية و فكرية و بدنية زد على ذلك ما يتعلق باستغلال الوقت في قراءة القرآن و في تفسير القرآن و في طلب العلم الشرعي و هذا لا يمنع أنك تشاهد أفلام وثائقية يعني تضيف إليك إضافات جيدة فيما يتعلق ببعض العلوم بعض الفنون و بعض المعارف ما يمنع تشاهد أبارك الله فيك يا فوزي فضلي عبد الله سلام عليكم و رحمة الله سلام و رحمة الله و بركاته ندخل على طول إن شاء الله صوت الله يلا فضلي عبد الله نحن إن شاء الله مقبلين على رجب هل هناك فضائل رجب إن شاء الله عبد الله و فيه كثير من الناس يعني نجدهم يرتضون وراء الحاديث ضعيفة و كذا ما أدري يعني إن شاء الله يا عبد الله إن شاء الله أب شري عبد الله تسمع الجواب أبو محمد السلام عليكم عليكم السلام و رحمة الله يا شيخ عندي ثلاثة أسئل أنا فضل السؤال الأول رجل تزوج من امرأة طيب فوزي من ليبي بارك الله فيه يسأل يقول أنا أشتغل في شركة خدمات أحيانا لا أستطيع أن أصلي صلاة الظهر في وقتها تفوتني جماعة أصليها ثلاثة و نصف تقريبا سألت فوزي قلت له متى يؤذن العصر قال أربعة و عشرة أو أربعة و شيء فوزي بارك الله فيك أنت تصلي في الوقت و لله الحمد و المن فالأصل أنك تصلي جماعة هذا هو الأصل فإن تيسر فالحمد لله جماعة طبعا في المسجد الأصل أنك تصلي جماعة في بيت من بيوت الله فإن تيسر فالحمد لله إن لم يتيسر تصلي جماعة معك من من تخدمون تصلون جماعة تواعدهم أنت و أيام قل لهم ساعة ثلاثة و نصف سنصلي الظهر جماعة حتى تكسب أجر الجماعة فإن حصل فالحمد لله إن لم يحصل و لا حول و لا قوة إلا بالله تصلي في بيتك منفريدا و لو رجعت و صليت بزوجتك و أولادك يكون طيب أو هم يصلون ثم يصلون معك السنة مثلا السنة و أنت تصلي الفريضة هذا طيب يا فوزي أبو منصور من بريطانيا يقول يعني نحن مجموعة نجلس أحيانا في ديوانية و تقريبا أربع أشخاص خمس أشخاص و يدخل علينا الوقت بالنسبة للصلاة إذا أردنا نصلي نؤذن و نقيم أو نقيم فقط و منصور بارك الله فيك و رضي الله عنك و زادك الله حرصا أنت و من معك و هذه نعمة من نعم الله الحرص على الصلوات أخي الفاضل ما دام أنك لا تسمع أذانا و إذا أردتم الصلاة يؤذن أحدكم لقول النبي عليه الصلاة و السلام يؤذن أحدكما أو أحدكم فلذلك الأذان ما دام أنك لا تسمع أذان و ليس بالقرب منكم مسجد يرفع صوت الأذان تؤذنون تؤذنون أذان تسمع من فيه الديوانية ما يروح يجهر يسمع الجيران لا يسمع من فيه الديوانية الله أكبر الله أكبر الله أكبر بهذه الطريقة ما يرفع صوته يشوش مثلا أنت في بلد غير مسلم قد يعني ربما يستغربون أو شيء من هذا القبيل فيؤذن و تقيموا مباشرة و تصلون بارك الله فيك عبد الله بن أبوظبي يقول مقبلين على شهر رجب هل هناك فضائل لشهر رجب و لماذا اهتمام الناس بشهر رجب عبد الله بن أبوظبي بارك الله فيك بالنسبة لرجب كان أهل الجاهلية يعظمونه كان أهل الجاهلية يعظمون شهر رجب و بقيت هذه الأمور حتى يعني جاء الإسلام ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكر في لشهر رجب فضائل و بقي بعض الناس يأتون ببعض الأعمال في شهر رجب و يأتي الإنكار من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام و لذلك شهر رجب لم يثبت أن فيه صيام أو أن فيه مثلا عبادة معينة صحيح هو من الأشهر الحرم الذي يأتي منفرد لأن الله تعالى قال إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات و الأرض منها أربعة حرم ثلاثة متواليات كما جاء في الحديث الصحيح حديث البراء أظن نعم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ثلاث متواليات و هي ذو القعدة و ذو الحجة و محرم ثم قال و رجب رجب مضر هذا الشهر المنفرد رجب مضر و لذلك هذا الشهر هو من الأشهر الحرم هل كان النبي عليه الصلاة والسلام يعني يدعو فيه إلى عبادة معين الجواب لا ليس فيه صيام إلا من اعتاد صياما عاديا كمن يصوم الأثنين و الخميس و الأيام البيض هو معتاد لا لرجب و إنما هو كل شهر يصوم الأثنين و الخميس ماذا من كل أسبوع لأيام الثلاثة البيض من كل أسبوع هل فيه صلاة معينة الجواب لا ليس فيه صلاة كل صلاة في شهر رجب ما يسمى بصلاة الرغاء و كلها بدعة و كل بدعة ضلالة هل فيه مثلا عمرة ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام عمرة و ما يروى عن عبد الله بن عمر خالفه جمهور الصحابة رضي الله عنه ما كانوا يعتمرون يخصصون رجب في العمرة و يعتقدون بأن لهذا فضيلة واضح هل لقيام ليالي رجب فضيلة الجواب لا إلا لمن اعتاد أن يقوم الليالي العادية و لذلك أخي الفاضل هي أحيانا أشياء كانت قبل عهد النبي عليه الصلاة والسلام يعني استمرت عند بعض الناس و عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا رأى بعض الناس يصوم يخصص رجب في الصيام كان يضربهم على أيديهم و يأمرهم بأن يأكلوا قال هؤلاء المرجبين يأمرهم بأن يأكلوا و يفطروا لماذا؟ لأنهم تقصدوا شهر رجب بالصيام نعم نعم تفضلوا تفضلي نعمة نعمة من ليبيا تفضلي أختي نعمة تفضلي أبو فيصل أبو فيصل السلام عليكم ورحمة الله يا شيخ عليكم السلامة الله السلام عليكم ورحمة الله أخفض التلفزيون يا أبا فيصل واسمعني من الهاتف بارك الله فيك بارك الله الخير يا شيخ عندي سألين واحد عنده فلوس يا أبا فيصل أخفض التلفزيون الله يرضى عليك ما يصلحاتك أخفض التلفزيون أكلمني من الهاتف طيب واحد عنده فلوس أعطيت فلوس يعني و كان الدولار عندنا بسألة يعني بـ 20 يعني المياه بـ 2000 ريال الآن نخلي الفلوس لو ماي عنده يعني مدة 7 سنوات وأنا طالب فلوس و ما أعطاني إلا من بعد ما قبل يعني الدولار بـ 50 ريال عندنا يعني كنت الطالبة ذيك الأيام نعم كنت طالبة و كان رافض يعطيك ما يقول ما بيش معي يعني يقول أني ما بيش معي يقول لي ما قد فيش ما قد بيش ما قد فيش و أنا كنت بالحاجة بالنسبة للدولارات يا أبو فيصل أنت أعطيت هي بأي نية بنية قرض ولا تجارة لا لا ما بالله قرض سلف كذا سلف سلف أيوة نعم أيوة طيب يا أبو فيصل والسؤالة الثانية جزاك الله الخير يعني معنا أخي يعني بيجأ له قتل خطأ و لم يبع ذهن مات و لم يشوم شهرين متتاجعين كيف الحل ما صام ما صام أيوة طيب يا أبو فيصل أبشر طيب 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 الأخ أبو فيصل بارك الله فيه يقول بأن عطى شخص سلفة مئة دولار تقريبا و كان يعني قيمتها في وقتها ألف تقريبا تسوى تساوي ألف ألف ريال يمني يقول كنت أطالبه و لم يكن يعطيني و بعدين صار الآن قيمتها خمسمية و صار بينه وبينه خصومة أو شيء و قال لمسألة طن الحل إلى آخر يا أبو فيصل بارك الله هذه خصومة لا يصرح لا بد أن نسمع من الطرف الآخر لكن عموما بالنسبة لك أنت ليس لك حق إلا بهذه الدولارات اللي يعطيت مئة دولار مئة دولار ما يعطيك صرف إلا إذا أنت و إياه تراضيتم على الصرف الآن على أن يعطيك ريالات ريالات يمنية يجوز بغير الاتفاق على أن يكون بسعر اليوم عطيت مئة دولار قال لك أنا ما عندي مئة دولار عندي عندي دراء عندي ريالات تأخذ مني ريالات مدام ما حصل اتفاق سابق بسعر اليوم تقولي والله المئة دولار خمسمية هذا حقك هذا هو الشرع بارك الله فيك تأخذها بسعر اليوم ما تأخذها بسعر إذا كانت الصورة لا أنت و إياه عطيت سلفة و قلت له يا فلان بعد شهر تعطيني حقي و ماطل و ماطل و ماطل و جحد هذا الشيء أو مثلا أنكر أو قال لك أنا عندي لكن أنا ما أعطيك الآن خالف الوعد يكون الحساب على ما سبق لأن هذا يعتبر يخرج على أنه غصب للمال بارك الله فيك أبو فيصل يقول أخو قتل خطأ يقول و ثم مات بعد ذلك و لم يصم يا أبو فيصل بارك الله فيك بالنسبة لأخيك عليه كفارة و هي عتق رقب و الآن ما في رقاب و الثاني يصم شهرين متتابعين ما في إطعام ما في إلا الصياء إلا العثق رقب و الصياء أما و قد مات الآن أوليائه أولاده أخوانه يتبرع واحد يصم عنه يتبرع واحد يصم عنه شهرين متتابعين لقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات و عليه الصيام صامع عنه وليه قول الراجع في كل صوم واجب بعض العلماء يقول يسقط عن أوليائه يقول يسقط لكن الذي يظهر أنه يقوم أوليائه الذين يريثونه يقوم واحد يصم عنه يتبرع وإن شاء الله يسقط عنه هذا الحق بارك الله في الجميع انتهت الأسئلة مع أنتها وقت البرنامج ألتقيكم غدا على خير السلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله